موسيقى هذا البرنامج برعاية Q&B أسعدتم موقاتاً مصرف قطر المركزي يصدر أدوات دين محلية بقيمة 8 مليارات و 800 مليون ريال قطري موزعة ما بين 600 مليون ريال عبارة عن أذنات خزان قصيرة الأجل و 6 مليارات ريال قطري عبارة عن سندات على شريحتين و 200 مليون ريال قطري عبارة عن سوكوك على شريحتين أيضاً ولأجال 3 و 5 سنوات نبقى في أرقام مصرف قطر المركزي الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعمل الأجنبية ترتفع بأكثر من 18.5% في شهر العصص الماضي إلى أكثر من 54 مليار و 400 مليون دولار أمريكي مدعومة بارتفاع 6 مرة قطر في سندات الخزانة الأجنبية و زيارة حيازة قطر من الذهب بأكثر من 100% وتمتلك قطر حالياً بين الذهب يفوق 39 طناً طبعاً إجمال الاحتياطيات المقدرة بأكثر من 54 مليار هي تعادل قيمة والدات قطر لأكثر من 19 شهراً المعدة العالية بحدود الأربعة أشهر مؤشر مدري المشتريات لقطر يرتفع الشهر الماضي بـ 2.6% و ذلك لأول مرة منذ نحو 5 أشهر والتدولات العقرية في قطر تسجل تراجعاً كبيراً بأكثر من 50% في شهر أغسطس الماضي إلى ما يزيد بقليل عن المليار ريال قطري والرخص البناء تنخفض بأكثر من 40% في شهر أغسطس الماضي وهذا أمر لافت فيما يتعلق لما يعيش القطاع العقاري أموماً خلال هذه الفترة أيضاً هناك في لغة الأرقام انخفاض عدد السفن في شهر أغسطس الماضي بـ 5.5% لافت تراجع واردات قطر من الماشية بأكثر من 39% على أساس سنوي وتراجع واردات قطر من السيارات بأكثر من 27% زوار قطر يرتفع عددهم في شهر أو خلال أشهر السبعة الأولى من هذا العام بأكثر من 11% والاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن رسمياً عن شعار بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والخطوط الجوية القطرية تعلن زارة عدد أسطولها إلى 250 طائرة وزارة وجهتها إلى 160 وجه حول العالم وتتحدث بأن لديها طلبات شراء تفوق التسعين مليار دولار أمريكي كانت هذه أبرز العنوين المشهورة أهلاً ومرحباً بكم أصدر مصرف قطر المركزي أدوات دين محلية بقيمة ثماني مليارات وثماني مائة مليون ريال وأظهرت بيانات رسمية إصدار المركزي القطري سندات محلية بقيمة ست مليارات ريال على شريحتين إضافة إلى سكوك محلية بقيمة مليارين ومائتي مليون ريال موزعة على شريحتين أيضاً وأذون خزانة قصيرة الأجل بقيمة ست مائة مليون ريال ارتفعت الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في أغسطس الماضي بنسبة ثمانية عشر وأربعة عشر في المئة على أساس سنوي إلى نحو أربعة وخمسين مليار ومائتي مليون دولار وذلك بدعم من زيادة الاستثمار في السندات وأذنات الخزينة الأجنبية بنسبة مائة واثنين في المئة إلى نحو واحد وعشرين مليار وتسعمائة مليون دولار وزيادة حيازة الذهب بنسبة مائة في المئة إلى نحو ملياري دولار ارتفع مؤشر مدير المشتريات خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة اثنين فاصل خمسة وستين في المئة على أساس شهري إلى ستة وأربعين فاصل أربعة نقطة وذلك لأول مرة منذ خمسة أشهر ودعم الارتفاع الشهري نمو إسهامات أربعة عناصر في المؤشر على رأسها الطلبات الجديدة التي سجلت ارتفاعا بصفر فاصل ستة نقطة ونمو الإنتاج بنصف نقطة مع زيادة مخزون المشتريات بصفر فاصل ثلاث نقطة ونمو التوظيف بصفر فاصل اثنين نقطة مقابلا خفاض مواعيد تسليم الموردين بصفر فاصل أربعة نقطة انخفضت قيمة التداولات العقارية خلال أغسطس الماضي بنسبة خمسين في المئة على أساس شهري لنحو مليار ريال وفقا لبيانات إدارة التسجيل العقارية التابعة لوزارة العدل القطرية انخفض عدد رخص البناء المصدرة في قطر خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة واحد واربعين في المئة على أساس شهري إلى نحو خمسمائة واربع عشر رخصة وذلك وفقا لبيان جهاز التخطيط والإحصاء واستحوذت رخص بناء الفيلات على ما نسبته 72% من إجمال رخص البناء الجديدة تليها مساكن قروض الإسكان بنسبة 19% ارتفع عدد الزوار والوافدين إلى قطر خلال السبعة الأشهر الأولى من العام الجارية بنسبة 11% على أساس سنوية إلى مليون واثنين وثمانين ألف نسمة وفقا لبيان جهاز التخطيط والإحصاء القطرية تغيير في منهجية في احتساب أوزان الشركات المكونة المؤشر العام لبورصة قطر هذا التعديل لحظناه مباشرة في المراجعة نصف السنوية للمؤشر القطري الذي تم بموجب أدخال شركة إزدان وشركة قامكو وأخراج شركتين الرعاية الطبية وبانك قطر الأول إزدان لم تعد بوزنها السابق بأكثر 11% بل عادت إلى أقل من نصف المئة وذلك بموجب المنهجية الجديدة في احتساب آلية الأوزان في المؤشر العام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرحباً القطاع العقاري في قطر هل يمر في مرحلة طباطئ نمو؟ انكماش، كساد، ركود؟ أمنه لا، القضية ليست بتلك السوداوية لكن رحلة التصيح السعري نتيجة ارتفاع المعروض وانقفاض الطلب هل هناك قيعان سعرية جديدة القطاع العقاري؟ ربما هذا ما سوف أنقشه مع ضيفي لهذه الحلقة مع السيد محمود أحمد العرقي، مدير إدارة تطوير الأعمال في شركة روتس العقارية محمود، القطاع العقاري في قطر ليس بخير، صحيح؟ ده أنه بنمر إحنا في دولة قطر وفي المنطقة وفي العالم بشكل اقتصادي كامل عالمي بشكل اقتصادي عالمي بنمر في مرحلة استقرار في مرحلة خلينا نقول إعادة تفكير بالعقارات اللي موجودة حالياً كيف إعادة تطويرها وكيف الاستفادة من الموجود ومش إنه إعادة بناء جديد يعني خلينا نقول إحنا مثلاً في دولة قطر اليوم عندنا كثير من المباني اللي موجودة ويعني في بعضها شاغل فبدك أنت نحاول نستفيد منها بتطويرها إذا كانت الكواليتي تبعتها إن بنت لأجل بكواليتي نوعاً ما أو بجودة ضعيفة إنه نعيد تحسينها، نعيد صيانتها لا ترتقي بالمستوى اللي العالم تطلبه حالياً حالياً صار فيه اختيار بين المستخدم الأخير اللي هو الانديوزر صار فيه اختيار اوبشنز كتير فيه اختيارات متعددة في البلد من المنطقة الفلانية للمنطقة الأحسن من الجودة الواطية للجودة العالية بنفس سعر التأجير تقريباً فاللي مبنى بجودة نوعاً ما أقل لازم يعيد حساباته في العقار تبعه ويضبط جودته لا يرتقي بالمستوى اللي جايينه سواءً على مدى السنوات الجاي للألفين وثلاثين إضافة لما ذكرت محمود هناك اختلال في معادلة العرض والطلب في قطر العرض واسع كبير طلب في حدوده الدنيا وبالتالي هذا السقوط الحر على المستويات السعرية هل وصلنا إلى القيعان أمنو لا ما زال في الأفق وفي المستقبل مستويات سعرية جديدة صحيح المعروض أكثر من المطلوب ولسه في عنا مطلوب مطلوب الطلب صاير على بعض العقارات باختيار النوعية باختيار الجودة باختيار المكان باختيار الأقرب للمناطق المخدومة واللي مبنى لسبب معين لسبب مشروع معين لسبب طفرة معينة حاليا بطل مرغوب أو قلل عرض عليه اللي مبنى في أماكن غير مخدومة قلل الطلب عليه غير مخدومة من ناحية اللي هي الخدمات بالكامل من مدارس من محلات تجارية من مولات من طرق صار فيه طلب أكثر على المناطق اللي وصلت لها الطرق الجديدة اللي عملتها الدولة بالإنفرستركشور من الطرق المدارية بالريل في عندك الريل اشتغل في عندك طريق المجل طريق الصباح في عندك شارع الخور ساحلي هذول كلهم طرق جديدة فتحت وصار فيه جنبها مناطق سكنية والأكسس للمناطق التانية صار أسهل من بعض المناطق اللي هي في قلب الدوحة اللي صار بتشكل نوعا ما زحمة وعبة صار هنا مخدومة بس استل صار فيه الطلعة والدخلة على بعض المناطق أصحب من مناطق الجديدة اللي طالها فصار فيه طلب لتحسين الوضع لتحسين وضع سكني لتحسين وضع الشغل مثلا فيه نقل من أماكن بعيدة كمكاتب لأماكن في قلب الدوحة أو أماكن في الدفنة أو في منطقة الوسيل يعني صار فيه تحسين لوضع البيوت كمان بدل ما فيه عالم كانت ساكني فرضا بالمناطق الجنوبية بسبب الرخص صار فيها هلأ تسكن بالمناطق الشمالية جنب الخدمات وجنب اليوتيلتيز وجنب المولات وجنب الشغل وجنب المدارس بسعر نفس السعر أو أرخص من قبل بلغة السوق العقارية المتداولة في قطر الحديث بأن القطاع العقاري بمر بمرحلة ركود أنت مع هذا التوصيف الركود أمن لا هو تباطئ في النمو أو ربما تصحيح على المستويات السعرية ولكن في المقابل المحمود بلغة الأرقام هناك تراجع في حجم التداولات العقارية بأكثر من 50% الشهر الماضي وأيضا في حدث الأرقام هناك تراجع على مستوى الرخص العقارية بأكثر برحتو 40% كيف نفهم هذه الأرقام في السياق ما ذكرتو؟ صحيح هذا الكلام ونحن لا نتطوير لمشاريع كبرى لأننا لدينا مشاريع كبرى لازم نستغلها لازم نفكر كيف نستغل هذه المشاريع الموجودة لأنه ليس من مصلحتنا ولا من مصلحة البلد لأنه بعض المشاريع الكبيرة تكون فاضية زي بعض المولات اللي فيها نسبة كبيرة من المحلات صارت تتسكر نحن هذه المشاريع لازم يكون فيه أفكار جديدة لهذه المحلات لازم يكون فيه إشي يخدم الشغلات تم بناء للمنفع العامة شغلات تم بناء للترفيه يكون للي موجودين يكون في عندك أنت مش بس نحص يعني احنا كتفينا من المباني تفينا من العمارات من المكاتب صار في عندنا كمية كبيرة من المكاتب بأسعار معقولة يعني صار في عندنا كمية مباني لازم نفكر كيف بدنا نستغلها بأفكار غير عن مثلا مكتب عادي أو محلات زي مطعم أو كوفي شوب ولازم يكون في عندنا أفكار أجدد اللي تساعد على جلب العالم لهذه الأماكن بحسب أرقام مصرف قطر المركزي لشهر أغسطس الماضي حجم القروض العقارية في قطر يقارب 155 مليار طبعا من حصل على القروض العقارية كان يبني على عاد استثماري لايقا عن 8 إلى 7% الآن الصورة تغيرت ودخلنا في مرحلة إعادة جدولة في ظل هذا السيناريو وهذا السلوك ما المتضرر البنوك التي تقوم بإعادة جدولة أم أنه مطور العقار الذي يبحث اليوم عن مستثمر يعني هي طايلة طرفين يعني اللي نزل الإجارات والبنك سمح له بإعادة جدولة صار فيه نسب وتناسب بينه وبين البنك بإعادة جدولة ورفع النسب وهذا برضو بأدي حاليا لصعوبة القروض العقارية المستقبلية لأنه صار القرض العقارية بالفاية البنك بسبب إعادة الجدولة صار البناء والتشييد والتأجير والاستثمار بالعقار بظل الأسعار بعض الأسعار السائدة حاليا يعني صار فيه صعب شوي لتحقيق الربح المطلوب محمود أحمد العروقي مدير تطوير الأعمال في شركة روتس شكرا جزيلا لك بحسب أرقام شركة سموان قطر هناك تراجع في عدد السفن بنسبة 5.4% في شهر أوصص الماضي أيضا تراجع في حجم البضائع تراجع بنسبة الوردات السيارات بأكثر من 27% على الأساس السنوي وتراجع أيضا فيما يتعلق بيئة الماشية بنسبة منتفاوتة ما بين الشهرية والسنوي بنسبة ما بين 30 إلى 39% موسيقى 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 بقونا معكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من عيننا على قطر فاصل اعلانين قصير ونعود لمتابعة تفاصيلها لا تبتعد كثيرا ابقوا معنا موسيقى هذا البرنامج برعاية كيو ام بي موسيقى هذا البرنامج برعاية كيو ام بي موسيقى موسيقى مرحبا بكم الجديد عزائي المشاهدين بحسب أرقام مصرف قطر المركزي ارتفاع في إجمالي موجودات البنوك العاملة في قطر في شهر يوليو تموز الماضي 4.4% إلى تريليون 448 مليار ريال قطر مدعومة بشكل أساسي من ارتفاع إجمالي القروض السلف إلى 981 مليار ريال اللي هو الأعلى في تاريخ قطاع المصرف المالي في دولة قطر كان هناك تراجع في إجمالي الوداع القطاع العام والقروض قطاع العام بلسة متفاوية ومعينة 13 إلى 9% على التوالي وارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 23% في ألبية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الخطوط الجوية القطرية تعزز حضورها في السوق الأردني وذلك من خلال زيارة عدد الرحلات إلى عمان من 7 إلى 21 رحلة أسبوعيا افتتاح مبنى جديد يكرس هذه العلاقة وتطور حاصل في العلاقة صناعة الطيران ما بين البلدين المؤتمر صحفي عقدات الخطوط الجوية القطرية لتلك المناسبة تحدث من خلالها الرئيس تنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر عن السياسة توسعية بالنسبة للشركة وجديدها في المرحلة المقبلة أيضا كنا التقينا الرئيس تنفيذي في مقابلة خاصة عبر سيمسي عربيد حدث عن أهمية السوق الأردني وكذلك أيضا التوسعات المرتقبة بالنسبة للخطوط الجوية القطرية في المرحلة المقبلة يعتبر الأردن وجهة هامة بالنسبة للخطوط القطرية كنا نريد أن نتوسع في الأردن وللأسف استغرق الأمر وقتا طويلا جدا لكن دعونا نركز على المستقبل نحن نريد الاستثمار في الأردن ونحن نوظف أردنيين ليعملوا في الخطوط القطرية كما نجري مفاوضات مع الملكية الأردنية لتقوية شراكاتنا وتبادل ركاب بين الشركتين الأردن هو بلد شقيق لقطر ونحن نحترم الأردنيين ونريد خدمة الأردن طبعا الحكومة القطرية تعهدت العام الماضي بتوفير عشرة ألاف فرصة عمل للشباب الأردني ماذا عن حصة أو قطاع الطيران والسفر عموما مما أعلنت عنه الحكومة القطرية من فرص عمل للشباب الأردني لدينا خيبة أمل كبيرة في الخطوط القطرية بسبب قلة عدد الأردنيين لدينا وعد صاحب السمو بإيجاد الوظائف للأردنيين هو بمثابة توجيه مباشر لي شخصيا لتعيين أكبر عدد ممكن من الأردنيين في الخطوط القطرية سواء الطيرين أو المهندسين أو حتى مناصب إدارية الدنيا طبعا سمعنا في مفاوضات بينك وبين سلطات الطيران المدني في الأردن خصوص هذه المفاوضات إلى إن وصلت الآن حصل تقدم في الحوار الدائر بين فريقنا وهيئة الطيران المدني الأردني ولا سيما مع فريق الملكية الأردنية لديكم حصوص في عدد من شركات الطيران في الأعلى منها شركة كاثي باسيفيك الآن في ظل الظروف التي تعيشها هونغ كونغ هل ما تزال النية لزارة حصة استثمار في هذه الشركة أمن أو لا تنتظرون جلاء الوضع السياسي والأمني في تلك المنطقة من العالم ننظر دائما إلى استثماراتنا بطريقة إيجابية لدينا ثقة بالصين كجزء لا يتجزأ ولدينا ثقة بشركة كاثي باسيفيك كواحدة من شركات الطيران المهمة في المنطقة أخيرا وبعد طول انتظار وبشكل متزامن في أكثر من 23 موقعا حول العالم يتم الإعلان عن شعار بطولة كأس العالم قطر 2022 من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم شعار حقيقة يعكس التراث والثقافة القطرية والعربية عموما بما يمثل هذا الشعار من تشكيل وتكوين لوني وكذلك أيضا الزخارف التي زينت هذا الشعار الذي سوف يكون شعار البطولة الثاني والعشرين التي سوف تصديفها قطر كأول دولة عربية تصديف هذا الحدث الكروي والذي يمتد على مدى شهر كامل ما بين الحادي والعشرين من شهر نوفمبر إلى الثامن عشر من شهر ديسمبر من العام 2021 البطولة سوف تقام على ثمانية ملاعبية تم التحضير والتجهيز لها تم تتشين ملعبين منتظار تتشين ملعبين قبل نهاية العام الحالي وكذلك سوف تكون جميع منشآت البطولة جاهزة لاستقبال هذا الحدث الكبير قبل عام كامل من صافرة انطلاق تلك البطولة ومع شعار بطولة كأس العالم قطر 2022 تكون حلقتنا قد وصلت إلى آخر محطاتها الموعدة تجدد معكم الإسبوع المقبل فإلى ذلك التاريخ تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا البرنامج برعاية Q&B